جربت تحطي التوم على الموز عايز اقولك انك النهاردة هتعرفي سر محدش يعرفه كتير وعايز اقولك كمان انك لما تجربي الوصفة دي بجد مش هتبطل تعمليها حاجة كده فعلا اختراع بجد وصفة هتبهيرك قوي احنا النهاردة كل اللي هنحتاجه مع بعض هنحتاج مزايا وهنحتاج 3 فصوص من التوم نبدأ كده في وصفتنا على طول بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوناش في اللايك اول حاجة هنبدأ بيا انا هحتاج معاكم 3 فصوص من التوم هبدأ اشارهم بالشكل ده كده تمام جدا انا جهزت كده معايا 3 فصوص من التوم وهحتاج معاها كوباية مياه مياه عادية جدا من الحنفية كله هنعمله دلوقتي احنا نقطع التوم ده شريح ونحطه كده في المياه دي انا عايزة التوم ده ينضح كل اللي فيه ويدوب معايا خالص في المياه ينزل كل الفوائد اللي فيه في المياه دي هنسيبه في المياه دي مدة 24 ساعة مش اقل من كده كل ما يقعد في المية كل ما نتكتب كون حلوة جدا جدا بعد 24 ساعة هنبدأ نجيب بقى الموزة بتاعتنا اولا قبل ما نستخدمها لازم نغسلها كويس جدا دي مرحلة مهمة اوي ان انت لازم تغسل قشر الموز لان انا كل اللي هستخدمه في الوصفة هو القشر بس فهبدأ اعمل ايه بعد ما غسلتها كويس اوي هبدأ اطعها بالشكل ده تقطيع اي تقطيعا ما فيش مشكلة خالص احنا كل اللي هنعمله ان احنا هناخد قشر الموز وهنضيف دلوقتي عليه كوباية من المية وهنبدأ نحطه على النار هنرفعه معنا على النار لحد ما يغلي وينزل كل الفوائد اللي فيه في المية دي هضيف دلوقتي كوباية من المية هبدأ دلوقتي ارفعه معي على النار وهسيبه لما يغلي وينزل كل الفوائد اللي فيه وهوريكم دلوقتي شكله هيكون عامل ازاي ده كده شكل قشر الموز معنا بعد ما غليته كل اللي هحتاجه من القشر ده هي المية اللي انا غليتها دي بس مش اكتر من كده هجيبي بقى اي برطمان عندك او اي ازازة عندك وهتبدأت صفيها عادي جدا مفيش مشكلة خالص انا جبت مصفة بالشكل ده وهبدأ اصفيها كده تمام جدا باول حاجة هستخدمها هي مية الموز بعد ما صفيت كده اشر الموز كويس جدا هبدأ دلوقتي يعمل ايه هجيب برضو مية التوم اللي انا اقعها ليه 24 ساعة هصفي برضو مية التوم دلوقتي معايا وكده يبقى تمام جدا وزي ما قلت لكم كل ما تسيب التوم في المية كل ما تكون ناديكته حلوة جدا كل ما ينازل كل الفايدة اللي فيه كده تمام قوي كده المية بتاعتنا جاهزة هنجيب بقى ازازة معانا لازم الازازة دي طبعا تكون يغسلها كويس جدا ومعاكمها تعقميها بقى مية مغلية المهم تكون جاهزة معاكل لان احنا لازم الازازة تكون معاكمها كويس جدا وهبدأ دلوقتي حط فيها خليط المية اللي هي مية الموز مع مية التوم بقى فايدة ناقع التوم مع مية الموز عايزة اقول لكم ان دي علاج للهالات السودة عايزة اقول لكم ان الوصفة دي اختراع بجد التوم ده عبارة عن مضادة حياوي كل اللي هتعملين انت هتجيبي قطنة وتبدأ تاخدي من المية دي وتدهني كده تحت عينيك للهالات السودة للبقى على التصبغات حلوة جدا جدا اهم حاجة انت تدهنيها قبل النوم ومدة ما تقلش عن اسبوع يعني اقل حاجة اسبوع اي حاجة طبيعية طبعا بتاخد وقتها فدي احسن من مية علاج انا جربت علاجات كتير جدا بصراحة مفيش زي الحاجة الطبيعية اقول لكم كمان ان نقع التوم ده لو انت عندك اي حبوب في بشرتك هتجيبي برضو القطنة كده وعلى اي حبوب هيداوي اي حبوب فعلا في البشرة حلوة جدا جدا ما شاء الله التوم ده فعلا سحر لو انتو اخدتوه كده حتى على الري عايزة اقول لكم فعلا مضادة حياوي عودي نفسك لو خدت كده فص التوم الصبح على الري انسي اي امراض واي اوجاع بجد حلوة اوي اوي وصفتنا النهار ده سهلة وبسيطة اتمنى فعلا تعجبكم واتمنى فعلا تجربوا مشروب التوم وتجربوا ناعي التوم مع الموز للهالات وللبقع فعلا هيداوي اي حاجة في الوش بازن الله مع الاستمرارية طبعا هتشوفي نتيجة فعلا هتبهرك بكده وصفتنا تكون خلصت اشوفكم على خير ان شاء الله فصفة جديدة